روينا أيضا خطي في اليوتيوب على هالطريبة اللي بغى تفرض الولايات المتحدة على منشئ المحتوى اللي خارج أمريكا الناس ضايخة معرفة ولو خرب قاتل الناس ريوس إلا بغيت تفهم كل شيء على شنو هالطريبة خليك معايا متى غدا تفهمكوش يو السلام عليكم الله تعالى وبركاته قناتك يشاهدونها أكثر من 37% مع ابن الشير فلهذا إذا كنتم بمحب محتوى قناة الباخوية حاول تشترك معنا وفعل جرس يوصلك أي جديد وشكرا كما قلنا بأن اليوتيوب هالطريبة ضجة على هذا الشيء الضرائب كأنك صانع محتوى وعندك علاقة مع AdSense وبدأت الدخول لك ولو G-Sense واحد عن طريق AdSense فلنزم عليك كيف تعمر هذه الوثيقة ديالك الضربة كيف تعطي معلوماتك الضربية وكيف قلت بأنك صانع محتوى ضروري ما تبريك بالمعلومات الضربية ديالك فلهذا ضروري أي واحد يكون جزاه بحالة هذه الجيمة هذا الشيء ما يقول جلك سيدي هام التغييرات المرتقبة في ضريبة الدخل على اليوتيوب وتبدأ نود إعلامك أنه في وقت لاحق من هذا العام ربما في وقت مبكر من يونيو 2021 سيتعين على جوجل خصم الضرائب الأمريكية من المنفوعات لمنشئ المحتوى خارج الولايات المتحدة يعني أي واحد تصوب محتوى وما سكنش في المريكان ضروري ما غادي يخلص الضرائب في الأسابيع المقبلة سنطلب منك تقديم معلوماتك الضربية في AdSense بهذا نحدث مقدار الضربة التي يجب خصمها يعني من غير تطلعوا على هذا الشيء اللي كتنبح من اليوتيوب سيحددوه يعني ايش حال؟ ستقطع ذلك الضربة ما زال ما كان شيء حاجة بين الاحتساعة ولكن هنكملها إذا لم تتقدم معلوماتك بحلول 31 ماي 2021 فقد يطلبوا من غوبل خاص مما يصل إلى 24% من إجمال إرادتك في جميع أنحاء العالم يعني عندك الحق الثالب 30 ماي إلا ما عمرتش من هنا الثلاثين ماي يعني بداية من 31 ماي 2021 من هذه السنة قد تقدر جوجل تحيدك 24% من الأرباح يعني فلي هذا الإنسان ضروري ما يعمر عند الوثيقة إلا عنده يا داخل من اليوتيوب ونبكي الوكتوم ولا غير سنت واحد النقطة الثانية أشخاص كتدير في الأسابيع المقبلة ستتلقى بريداً إلكترونياً لإرسال معلوماتك ضريبية عبر الأنترنت في أدسانس من ست خطوات بناء على بعض الأسئلة نحدد مائل كانت الضرائب الأمريكية تنطبق على حالتك يعني عندك تعمر عندما يأتيك هذا البالد الإلكتروني ويأتي تعمر هذه الوثيقة ثمك ستبين ماذا عندهم حق يغتطع الضرائب منك أم لا عندهم حق وكان هناك معرفة المزيد حولها تغييرات ونحصلها ملخص لمعلومات ضريبية للتحضير تفضل بزيارة المركز المساعدة الخاص بنا يعني عندما تكون هناك هذا المركز المساعدة الخاص بنا يعني عندما تكون هناك تقدر تدخل تشوفك النقطة الثالثة لماذا هذا الشيء قال لك سيدي تتحمل جوجل لموجه بالفصل ثلاثة من قانون إرادة الداخلية أمريكي مسؤولية جميع المعلومات الضريبية من جميع المبذعين الذين كنت دخلا خارج الولايات المتحدة وتم بعض الحالات لخصم الضرائب إذ كان المبذعون يكسبون أموالا من مشاهدين في الولايات المتحدة سنعمل قريبا على تحديد البنود الخدمة لتوضيح البحر يوتيوب التي تعتبر عائدات في نظام الضرائب الأمريكي يمكن أن يؤتي لذلك على كيفية فرض الضرائب على دخلك ومنقدار الضريبة التي يتعين على بوكل خصمها بموجب قانون الولايات المتحدة يعني كيف فهمنا من هذا الشيء ضروري على بوكل ما تعطينا الضرائب الأمريكية أي واحد كان محتوى خارج الولايات المتحدة الأمريكية ولكن هذا الشيء لا يوجد دخل مع الأرباح التي تأتيك من جهة أخرى غير اليوتيوب الضرائب لدينا دخل غير في دخلك من اليوتيوب هذا هو كيف نفهمه الحاجة الرابعة ما هي العواقب على مدخالي إذا قدمت معلوماتك الضرائب بي لا يمكن تطبيق أي ضرائب أمريكية إلا على البحك الشهرية من السنس على سبيل المثال يوتيوب برميوم مشاهدة إعلانات السوبرشاط وعضويات القناة إذا لم تقدم معلومات ضريبية فيمكن تطبيق معدل القططاع الخاص الأعلى 24% من إجمالي دخلك العالمي بشكل افتراضي يتابع التعليمات لتقدير تأثير المحتمل على أرباحك عندما كشفنا أخوتي هذا الضرائب ما عندنا داخل مع أرباحك غير اليوتيوب والإنسان سوف تتعمل الوثيقة سوف تتعمل الوثيقة سوف تدخل ديارك ثم سوف تقدر شحار سوف توقع القططاع من أرباحك وكيف قلت هذا الشيء سوف تكون عندك سنت يعني تكون وخا مدزتي الشرط الثالث ديال 10 دولار ضروري أن تتعمل هذه الوثيقة وخا تكون يعني مازال مدزتي الشرط الرابع مازال موصلتي إلى 80 دولار يعني ضروري أن تعمل هذه الوثيقة وفقها يعني سوف تبدأ الضربة تقتطع ابتداء من شهر يوليو يعني الإنسان يقدر يتخلص 23 ماي يقدر يتخلص الأرباح دياله بدون اقتطاع الضرائب ولهذا الإنسان سوف يفهم بأن الضرائب سوف تدخل بالأرباح الكبرير اليوتيوب يعني سوف تقتطع غير أصحاب ملش المحتوى خارج دولار المتحدة الأمريكية يعني أي واحد تصوي بمحتوى خارج أمريكا سوف يقع له اقتطاع من الأرباح دياله وكيف رأينا يعني اليوتيوب خاص بك يعني القنوات كثير أو قنوات كثير من المشاهدين كل شيء عنده قناة كل شيء يحلب بقرة الحلوب ولكن بقرة الحلوب خصة العلف بشعطين حليب ضروري خصة العلف وحتى هذا كل ما ربيها يعني تهوى خصة بلو تهوى خصة وكل شيء خصة يكن بل يعني هذا الإنسان ألف تخبيمة تخبيمة ولا ضربة ضرب قصة وهذا الموضوع ديال اليوتيوب ولا كيف تدير قناة اليوتيوب ولا قصتي مع اليوتيوب سوف نحاول نشاهدها إن شاء الله في الحلقة القديمة ولا حلقة وحدة أخرى انطلقنا الله نكون نفيدكم في هذا الموضوع السلام عليكم والسلام عليكم الله تعالى وبركاته